وفي شأن النازي صلة منعت طائرة كانت متاجهة إلى فرنسا من مغادرة مطار أمستردام بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة عليها عبر خدمة تويتر بدورها أخلت الشرطة البريطانية أحد أجنحة مطار جاتويك في لندن للاشتباه في وجود قنبلة بحفظة أحد الركاب وقد عززت بعض الدول الأوروبية إجراءاتها الأمنية بعد هجمات باريس إذ أعلنت كل من نيويورك وواشنطن حالة التأهب ونشرت تعزيزات من شرطة مكافحة الإرهاب في الأماكن المقتضة كإجراءات وقائية وقال رئيس الوزراء الإيطالي أنه لا ينبغي التهوين من احتمال وقوع هجمات كما رفعت روسيا حالة التأهب في البلاد